انشأت مديرية الصحة في ريف اللاذقية مشفى الساحل التخصصية الذي يعتبر الاول من نوعه في المنطقة حيث تم تجهيز المشفى بتجهيزات واجهزة حديثة ومتطورة لاستقبال الحالات الخطيرة كما تم اعداد المشفى لاستيعاب اكبر عدد ممكن من الحالات المرضية التي تأتي من المخيمات الحدودية وقرى ريف اللاذقية وريف جسر الشغور الغربي لقد تداولت مديرية الصحة الوضع الطبي في المنطقة ودرست الوضع الجغرافي والسكاني والطبي في المنطقة فتبين عليه وجود حالات تخصير كثيرة بالنسبة للواقع الصحي الموجودة في المنطقة فقررت المديرية بعد دراسات انشاء مشفى تخصصي يضم الاختصاصات المناسبة للمنطقة بحسب الامرات المتوزعة المنطقة وحاجة الناس الى هذه المعالجات لاضافة لحاجة الجرحة في المنطقة وعلى المحاور المشتركة مع النظام يضم المشفى اقساما متعددة تم اعدادها وانشاؤها حسب دراسة للحالات المرضية الموجودة في المنطقة ومنها اختصاصات الجراحة العامة وجراحة الوجه والفكين والجراحة البولية وجراحة الصدر والجراحة العصبية بالاضافة لوجود مخبر تخصصي قبل انشاء اختصاصات متعددة بالمشفى منها اختصاصات الجراحة العامة والجراحة العصبية والجراحة البولية وجراحة الوجه والفكين وجراحة الصدر باضافة الى المخبر التخصصي من وسط طبيب مختص كذلك بانشاء الشعبة للعناية المشددة والعناية الجراحية والعناية القلبية ويتم استقبال وعشرات الجرحة نتيجة القصف على المدنيين بالاضافة لاستقبال الحالات المرضية من المخيمات الحدودية وقرى ريف اللاذقية وريف جسر الشغور محمد الاشقر لأوريانت نيوز ريف اللاذقية